مخطط الانقلاب في السودان احبط لكن تداعياته مستمرة فأسرة رئيس هيئة الاركان السابق هاشم عبد المطالب المتهم بمحاولة انقلاب اكدت لموقع تاسيت نيوز السوداني انه بريء لافتة الى اجتزاء مقاطع من اعترافاته في الفيديو الذي ظهر فيه نجل عبد المطالب نفى انتماء والده الى المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية مشددا على انه ضابط قومي ومنضبط لا علاقة له باي تنظيمات اسلامية كما اوضح ان مقاطع الفيديو مجتزأة وكلام والده اخرج من سياقه وفي سؤال اخر حول الدافع من الانقلاب لعبد المطالب اجاب نجله بان والده انفعل مع احداث الثالث من يونيو التي سميت بمجزرة فض الاعتصام مؤكدا انه واخوته شاركوا في الاعتصام بعلم من والدهم هذا واكد نجل عبد المطالب ان افراد عائلته على تواصل دائم معه مضيفا ان طلبات والده تمثلت بملابس وادوية ضغط فقط لا غيره وانه في صحة جيدة ويأكل وينم بشكل طبيعي وفي مكان جيد مهنيا مباركا بوقفة اقوات المسلحة مهنيا مغزي مستعنى اخوات الآ Course